السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الاحباب الكرام حفظكم الله ورعاكم الله واسعدكم الله ولا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله نتحدث عن هذا الزلزال المدمر الذي ضرب ارض المغرب لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نتساءل ما هي الاسباب وما هي المقاصد وما هي العبر من هذا الحدث انه الله تعالى يتجلى في ارض المغرب يتجلى بقوته وقهره وجبروته ليري العالم قدرته على الخلق وعلى البعث وعلى النشور الله يتجلى هكذا قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز لما خاطب سيدنا موسى عليه السلام قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا المغرب بلد الاولياء وبلد الصالحين اختاره المولى عز وجل ليظهر قوته ويظهر قهره وجبروته وليبين العالم قدرة على البعث والنشور يذكرون بقول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قدرة الله على البعث وعلى النشور مشهد ينتظر العباد يوم القيامة مشهد الزلزلة الذي قال فيه الحق عز وجل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره ما ان انجث نكبة حتى هب الناس لالانقاذ والاغاثة قامت الدواوير المجاورة بتقديم الدعم والتضامن والتآذر كل حسب قدرته من طعام وشراب ولباس ووسائل تدفئة وغطاء وغير ذلك والحمد لله هذه العملية بينت بان المغاربة معدنهم اصيل وطيب تنفس في الخير تنفس في العطاء تنفس في الكرم وربك عز وجل يجازي اهل الخير بخير الجزاء وهو القائل عز وجل وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نحمد الله سبحانه وتعالى هلا هذا البلد الامين اول من تقدم للانقاذ هو امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه رغم الظروف الصحية يتقدم لتقديم المساعدة ويقدم الى عيد مكان ويتبرع بالدم ويأمر جميع السلطات بالتقدم لتقديم الخدمة الجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة والبقاية المدنية والسلطات الاقليمية وكل القوات الكل هبة لتقديم المساعدة وتقديم الدعم وتقديم الإغاثة وتقديم التضامن والتآزر في مشهد يذكرنا بالمسيرة الخضراء المضفرة مسيرة خضراء ثانية جعلت المغاربة كلهم يخرجون من أجل الدعم ومن أجل المساعدة قامت حملات الدعم للتبرع بالدم الناس قدموا لكي تبرعوا بدمهم أغلى ما يملكون لأن هذا الدم لا يباع ولا يشترى ولا يصنع وأول المتبرعين هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك البلاد ثم الجيش والقوات جميعها وكذلك المواطنون هبوا من كل جانب من أجل تقديم الدم من أعماق قلوبهم وحافزهم قول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إن هؤلاء الضحايا هم عبادك بن عبيدك بن إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرم أجرهم واغفر لنا ولهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والتلج والبرد اللهم يا رب العالمين ينمن كتابهم ويسر حسابهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مزارا للملائكة اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم اللهم يا ربي كريم اجعلهم من القبور إلى القصور واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللهم بدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم اجعلهم مع الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين في جنات النعيم اللهم وارحم جميع المصابين اللهم اشفهم وعافهم وداوهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين احفظ هذا البلد الامين من الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظه من الزلازل والفيضانات والكوارث اللهم واجعله بلدة طيبة ورب غفور ببركة الصلاة على مولانا رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ماذا قامر إلا فرجه الله ماذا قامر إلا فرجه الله ماذا قامر إلا فرجه الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين